السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم يا أجمل متابعين إن شاء الله يرب تكونون بأحسن حال يا هلوغل فيكم نوريني جميعا وحياكم الله في قصة جديدة من قصصنا ولكن قبل ما نبدأ بسرد القصة صلوا عن نبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا تنسوا أن ننمي اللايكات الحلوة واللي مو مشتركين عندي في القناة اللي تضغطوا على زر الاشتراك أكيد حتنوروني وننطلق لقصة اليوم وتقول صاحبة القصة يا هلوغل قصتي بدأت من لما رجعنا بيتنا الجديد ومن يوم ما جات أختي الكبيرة والمستانية عشان يعيشون معانا في نفس البيت أنا خلينا أقول لكم طبعا شوية عن بيتنا بيتنا مكون من أم وأب وثلاث بنات وولدين طبعا البنات الأثنين اللي هم خواتي أختي الكبيرة اسمها سارة والثانية اسمها نهاء هم أخواتي من أمي مو من أبوي لأن أمي تزوجت واحد من بره العيلة وجابت أختي سارة وجابت أختي نهاء بعدين صارت مشكلة كذا بينهم وتطلقوا وأبوي تزوجها بحكم أن أبوي كان حبها حتى من قبل ما تتزوج كان يبغاها بسنو ما تزوجها فعشان كذا أول ما سمع أنها تطلقت قال خلاص أنا بأجي وبخطبها طبعا عيلة أبوي رفضوا قالوا يعني كيف تبت تزوجها وانت تعرف المشاكل اللي بين العيلة اللي قاعدة تصير بينهم طبعا صارت مشاكل كبيرة مرة في النهاية أبوي تزوج أمي وجابتني أنا أنا اسمي أمل فبعد ما جابتني جابت أخوي اللي بعدي اسمه محمد وبعده كمان ولد اسمه عمر طبعا أنا وأخواتي البنات سارونها هم ما كانوا عايشين معانا بالبيت هم كانوا ببيت أبوهم وبحكم أن أبوهم كان يعذبهم دايما أمي قررت أنها تجيبهم عندنا بالبيت عشان يسكنوهم معانا أبوي كان مرة يحب أمي ما قدر أن يرفض لها هذا الشي ووافق وبعدها جو أخواتي وسكنوا عندنا ببيتنا الجديد طبعا ببيتنا الجديد كان مرة كبير أكبر من ببيتنا الأول وأنا أحب أخواتي مرة وقاعد أقول الحمد لله صار عندي أخوات أخوات كبار بيساعدوني في أي شيء أبغاه مرة كنت متحمسة لهم يعني أنا عندي أخوات ثنتين بس اللي صار في الفترة الأخيرة أنهم تغيروا عليه مرة تغيروا حتى بشكل كبير وملحوظ أول مرة شافوني فيها كانوا مرة متحمسين زيي بعدين سبحان الله لما نجلسنا شهر شهرين خمسة شهر تغيروا صاروا بس ينتقدون في كل شيء في لبسي في شكلي شعري كل شيء ينتقدونه بس أنا طبعا ما عرف ليه قاعدين ينتقدوني أو قاعدين يتكلمون عني زي كذا ما جاب بالي أن أخواتي يتغيرون عليه كذا فجأة والله العظيم ما جاب بالي لأنني أنا أحبهم كنت أقول أي شيء يسوونهم يعني أكيد بيكون صح مشت الأيام وعلاقتنا بأخواتي أنا وأخواني يعني نقدر نقول إنها طبيعية بس مش كثير في يوم من الأيام أنا كان عندي حفل في المدرسة وكنت فارحانة عشان الحفلة هذه فرحت يومها عند أختي قلت لها تكفين فلانا أعطيني الأسوارة هذه أبل بسها بس بيوم الحفل يعني برجعها لك لأن شفت الأسوارة حقتيك وشفتها مرة مناسبة مع الفستان اللي أنا بلبسه وهذا الشيء طبيعي بين أي واحدة وأختها مرة ما في كلامي شيء يعني غلط والله العظيم قلت لها يعني هذا الكلام وقلبي صافي من أي يعني نية سيئة تجاهها لكن أختي قلبت علي 180 درجة صارت تقول لي ليه اشتبغين في سوارتي اشتبغين ليش أبوك ما اشترالك طبعا أنا مصدومة طلعت من عندها وأنا قل يومها بسم الله واش فيها دي واش صار أنا أقول لها بس أعطيني سوارة كذا وعادي اكسسوار وهي تقول لي يعني ليش أبوك ما اشتريلك بعدين قلت لها ما ليش أنا آسفة يعني أني طلبتك ومن جد حتى أنا مدري ليش أتأسفت لها المهم لما طلعت من عندها عصبت عصبت والله العظيم ما أعرف ليش وبس يعني رحت الحفلة وامبسط ثاني يوم جات أمي عندي قلت لي أنت ليه قاعدت عصبين أختك قلت والله ما سويت لها شي أصلا أنا لسيت السالفة اللي صارت أمس قلت لي أختك نوها قلت نوها متى أنا عصبتها طبعا تذكرت السالفة وانفجعت يعني لهذا الدرجة يعني كذا تافهة يعني مو كلام كبير إش قاعد تدخل أمي بيننا يعني في الموضوع أمي ما عطتني أي مجال حتى أني أدافع عن نفسي قلت لي يلا تقومين الحين وتروحين تعتذرين لأختك طبعا أنا سمعت الكلام ورحت وعتذرت لأختي قلت لها فلانا ترى أنا آسفة ما كنت متوقع أنك لهذا الدرجة بتزعلين وتأخذين في خاطرك والله مرة أنا آسفة قامت بكل برود الأرض وكأني ماني واكفة قدامها وأول ما قلت لها يعني كذا وشفت ردها البارد طلعت من عندها ورحت غرفتي وقاعدة أفكر يعني في الغرفة أقول ليش يعني أختي تسوي ذا السالفة وتسوي من الحبة قبة معقولة بس عشان أكسسوار المهم أني ما أشغلت نفسي بالتفكير كثير نمت مشت الأيام وأخواتي قاعدين يتغيرون عليه تدريجيا صاروا إذا هم جالسين في الصالة وقاعدين يسولفون وأنا جيت يا يغيرون السالفة يا يقومون يا يسكتون أول ما كنت يعني أجيلهم من أول أجلس عادي أسولف معهم وضحك وأطقطق فما كان يعطوني أي اهتمام ما كاني موجودة طبعا أنا عندي عزة نفس وعندي كبرياء ما أرضى بهذا الشيء سحبت عليهم رحت غرفتي وجلست أفكر رب أشبهم هذولا من جد لماذا قاعدين يعملون يبدوا المعاملة هذولا هم أخواتي وأنا أحبهم وما نم عاديتهم وأنا يعني من جانب التفكير يعني أفكر فيهم ما عمري فكرت بطريقة وقحة معهم أو ممكن أنهم يسووا لي شيء أدوني فيه يعني في حياتي ما جاء أو طرب بالي هذا الشيء تعودت من الشيطان من ذي الأفكار أعود بالله مننا يعني سبحان الله الأفكار قاعدت لف عقلي قلت إن شاء الله خير إن شاء الله أنهم يتغيرون يمكن أنا ما تعودت عليهم مشت الأيام وأنا على هذا الحال لين يوم من الأيام طلعت أنا وأمي وأبوي رحنا نتمشى لما رجعنا البيت فجأة شفنا أخواتي قاعدين يهاجمون أنا بالكلام وقاعدين يقولون لأمي أنت تطلعين مع بنتك ذي وتخلينا حنا بالبيت وأنت ما تطلعين معنا يعني ليش حنا ما كأننا موجودين لهذه الدرجة أنت ليش ما تعاملين نزين يا أمي أنا استغربت ليه قاعدين نكلمون أمي بدي الطريقة إيش قلة الحياة ذي طبعا وقتها تنرفزت زودوا العيار مرة تدخلت قلت هاي ترى ذي أمنا كيف أنتم قاعدين تتكلمون معها بدي الطريقة وبعدين أنا وأمي خرجنا كان عندنا شغل وبعدين رحنا نتمشى قلت لأمي ما عليش يا أمي بس أتوقع عن دول بناتك يحبون يسوون من الحبة قبة ويكبرون السوالف أي حاجة تافى أمي وقتها عصبت قالت ليس كنتين تروحي يلا غرفتك فأنا كمان عصبت بس رحت غرفتي وقعدت وجارسة أفكر أقول ليه هذون كذا وأبوي وقتها جاني وقطعت تفكيري جاني الغرفة قال يا بنتي هذون أخواتك ولا تفكري بشي غلط قلت يوبا يعني أنا مو قاعدة أفكر بشي غلط بس أنا ودي أفهم صدق ليش يسوون السالفة الكبيرة يعني إيش أشياء أطلع معاك ولا أطلع مع أمي ليه قاعدين يطولونها ويعرضون فيها ويسوون دراما قال ابو أنت تعرفين أن أبوهم ما هو معاهم يعني يمكن هذا السبب قلت طيب وإذا أبوهم ما هو معاهم طيب أنا وأنت وأخواني وأمي وده موجودين كلنا نكفي يعني أنت أبوهم تعتبر أبوهم أنا أختهم بس أنا من جد يعني ما أعرف ليش قاعدين نسوون دي الحركات معاي قال لي أبوهم خلاص يا بنت أنت الحين صلي وتعشي ونامي قلت طيب قمت أصلي وقاعد أدعي ربي قل يا رب يعني لا تخلي علاقتي بأخواتي تتوتر يا رب من جد يعني أنا أحب أخواتي بس ما أدري ليش عندي شعور غريب شعور كأن في مصيبة بتصير فجلست أدعي هذاك اليوم من كل قلبي بعدها تعشيت ونمت في اليوم الثاني نادتني أمي لكي أخواتي الكبار وإني لازم أحترمهم وتعرفين ما تقولين لهم ما تقولين أي كلام كذا طبعا قالت أمي أنت جرحتي أخواتك بالكلام قتيوة عشان كذا أنت عصبتي صح قالت لا يا بنتي بالشكل هم كمان عصبوا لأن حنا ما أخذناهم معنا لكن ودي أنك تروحين تعتذرين منهم للمرة الثانية يا أمي أروح وأنا أعتذر منهم طب اش سويت هم اللي بدأوا بالكلام فأنا قلت بعد كلامهم يعني أنا رديت عليهم بعد كلامهم بالله بإيش أعتذر لهم المفروض هم اللي يعتذرون مني مو أنا اللي أعتذر فوقت همي قالت لا الآن تروحين تعتذرين لهم لا حاول ولا قوتة إلا بلقيت طيب والله بس عشانك ما أباك تزالين وكبرت راسي ورحت واعتذرت منهم كالعادة ما كأني موجودة طبعا أنا ما أعطيتهم أي اهتمام لأنني ما ليخلق حتى أني أشوفهم رحت غرفتي ومشت الأيام وعلى هذا الحال وعلى ذي المعاملة طبعا علاقتهم مع أخواني الصغار جدا حلوة حتى أخوي الصغير كان يجيني يقول شوفين هو جابت لي تجيب لي شوكولاتات تجيب لي أشياء أنا حسيت أنهم كويسين قلت يلا خليني أروح أعتذر المرة الثالثة نزلت الصالة ولقيتهم جالسين مع أمي سولفون فرحت فصراحة أول ما شفت أمي موجودة قلت يلا الحين أنا بعتذر وقدام أمي من غير ما تطلب مني أعتذرت هم بس شافوا عيونهم ومي قالوا خلاص طبعا أنا مرة فرحت وعدها ذاك اليوم على خير في يوم من الأيام كنت جالسة في غرفتي قاعدة أذاكر جتني أختي الكبيرة سارة فقالت لي سارة أباك تروحين يا أمل بدالي لحفلة صاحبتي مسوية حفلة بس أنا ما أقدر أروح أنا تعبانة وكذا قلت من صاحبتك دي وليه أنا أروح أنا ما أعرفها قالت خذي الهدية دي وروحي به هذه صاحبتي من أيام الروضة وجيراننا في الحارة القديمة وعزمتني وأنا والله مرة تعبانة قلت طيب أنا ما أقدر أروح الحالي يعني خلي على قل نوها تروح معايا قالت لا لا تكفين نوها عندها مذاكرة ما تقدر فوالله أنا استغربت من إصرارها يعني الشخص هذا اللي صاحبتك طبعا أنا ما أعرفها قلت طيب المكان بعيد قالت لا عادي سواك بيروح معاك بيوصلك وبينتبرك لين تخلصين تسلمين عليها تعطينا الهدية وترجعين قلت طيب سألت أمي قاتي وأنا سألتها وإذا منت مصدقتني رح يسأليها قلت لا لا خلاص دا منت قلت لها خلاص عادي كلنا سوا المهم أني رحت وأنا قاعد أشوف كلام أختي يعني سبحان الله حسيت أنه في شي في شي في مصيبة أنها تبغصير يعني كذا قلبي مقبوض ماني مرتاحة شعور كذا مو كويس تعوت من الشيطان تكشخت ولبست وكل شي ورحت مع السواق ووصلني للحارة اللي قالت لي عليها أول ما رحت الحارة تفاجأت أن البيت اللي قالت لي عليه مو بيت صاحبتها مستأجرين ناس ثانين لأنني أنا أعرف صاحبتها يعني ورّتني إياها بالصور وقالت إن هذه صاحبتي وكذا بس أبدا ما طلعوا هم نفسهم ويوم رحت ودقيت عليهم قلت هذا بيت فلان قالوا لا أنت غلطانة دقيت على طول على أختي وأدوق أدوق أدوق ما ترد فأنا خبت الصراحة وعلى وجهي جري على السواق يعني أركب معاه قلت لها الآن الآن توديني البيت أول ما رجعني البيت دخلت عنده اختصارة قلت لها أنت كيف تعطيني بيت مو بيت صاحبتك في ناس ثانين مستأجرين البيت قلت آه والله ما عليش أنا يمكن غلط خليني أسألها مرة ثانية طبعا أنا ما أعرف والله إذا هي كانت صادقة ولا كذابة سحبت عليها يومها ورحت غرفتي فجأتني قالت لي أنا آسفة يعني هم نقلوا من هذاك البيت وصاروا أقرب يعني من حارتنا وكذا قلتها حلو ما شاء الله خلاص تمام أجر روحي انتي دي المرة أنا والله تعبان فقامت تقول لا لا خلاص أنا شفيت طبعا هي قاعدة تقول كذا حسيت أنه في شي هي مخططت له الشي يعني سبحان الله يعني جاف نفسها بس ما تم فالمهم أني أنا رجعت الحمد لله بخير وما صار لي شي ولا أحد فتح للشقة ودخني جوا وصارت علوم وسوالف يا رب لك الحمد مشت الأيام والشهور وسنة وسنتين الثالثة يعني معاملة أخواتي نفس ما هي معاملتي معاهم جدا سطحية لكن الحمد لله على كل حال طبعا أختي سارة انخطبت من واحد من قبيلتهم وتم الزواج وراحت على بزوجها ما بقل لأنا وأختي نوها طبعا أختي نوها هذه أسوأ في التعامل من سارة يعني هي اللي كانت تأذيني بشكل أكبر وأذتني مرة بشكل كبير ما أقدر أقول لكم كل شي في أشياء كثيرة صدق سوتها لي وحاجات صارت مع أخواتي فأنا أقول لكم الحاجات اللي صارت يعني اللي أقدر أقولها أو جزء منها بس ولا الأحداث كثيرة المهم كل يومنا تضارب وأمي بس تصارخ علي تقول لي أنت تروحي يعني تعتذري لأختك وذلك كلام أنا ما أعرف لماذا أمي يعني تسوي معي كذا ولماذا أمي قاعدت تعامل معي كذا بس اللي أعرفه زين أن أمي مستحيل تكون ورا الغلط المهم أنني عايشوني أسوأ أيام حياتي أيام سوداء ما عمري شفت يوم حلو معهم من يوم ما جوا بيتنا فالله يسامحهم يعني طبعا بتقول لي وين أبوك ده ممك كذا أبوك فين بصراحة لما كنت أروح لأبوي نفس الكلام دايما يقول لي يا بنتي أصبري وهذا ولا أخواتي كون شاء الله بيتغيرون وأنا دايما ندعي يقول يا رب غير أخواتي للأفضل يا رب يرجعوني يعملوني معاملة طيبة فالأشياء اللي صارت طبعا غيرتني أنا ممكن تقولوني أني دخلت في دوامة حزن اكتئاب بسبب أخواتي حتى في يوم من الأيام قبل ما تتزوج سارة أختي أنا ما شاء الله يعني سبحان الله ما أخذ جمال من أمي كثير لأن أمي كانت جدا جميلة شعري طويل وأنا كنت أحب مرة شعري حتى أني كنت أشوف فيديوهات تسريحات للشعر الطويل وأسويها على شعري وكنت مرة اهتم فيه كأنه بيبي فأحس أخواتي كانوا يغارون مني من ذا الشيء مع أن ربي معطيهم جمال وشعوره بنفس شعري طويلة وحلوة بس سبحان الله ما أدري ليل غيرة الموقف اللي أموت وما أنساه وحسبي الله ونعم الوكيل كنت نايمة في يوم من الأيام بس ما أعرف والله هم خدروني هم نوموني ما أدري نمت نومة عميقة ما أحس في شيء إيش سووا فيني ما حسيت فيهم لما صحيت الفجر أبا قم أصلي انفجعت شفت نفسي في المراية تخيلوا نص شعري مكسوس نصه صرقت وقتها هلين جاء أبوي مفجوع انفجع أكثر من منظري يعني انو شفيك يا بنت شوات في نفسك كذا قد شوف يوبا شوف أخواتي شووا فيني قصه شعري وأنا من هارة أبكي كان ميت لي ميت حتى أبوي ما قدر يفهم علي طبعا أبوي سأل أختي سارة قالوا اش سويت البنتي وكذا اش سويتم لأختكم تكلموا ليه شكلها كذا من قص شعرها من لعب فيها طبعا أخواتي أنكروا قالوا حنا ما ندرك إننا نايمين زيها وقمنا على صوتها وصراخها انفجعنا فأخذت المقص وتبغى تكتن نفسها بس حنا منعناها يوم منعناها قامت راحت قصة شعرها بالله عليكم يعني شوفوا السخافات اللين فن يعني وصلت فيهم طبعا لما نتكلموهم كذا قام أبوي طالع فيني قال ليش كذا يا بنتي طبعا أنا قول لا تصدقون أنا لا أسوي بنفسي كذا أنا أحب شعري أصلا مستحيل إن أسوي بنفسي زي كذا هم اللي سووا فيني قاعدين أخواتي يحلفون إن ما سووا شي طبعا أبوي ما صدق بدت المشاكل بين أبوي وأمي أبوي ما رضى أني أكون لعبة بين يدينهم قال خلاص والله يا أنك تزوجينهم يا أنك ترجعينهم بيت أبوهم أنا خلاص ما عاد أستحمل لأشوف بنتي كذا دائما مسكينة هي تبغى تكون علاقتها بأخواتها حلوة بس هم ما يبغون خلاص في كيفهم لازم يروحون عند أبوهم طبعا وقتها أمي عصبت قالت ليش هذولا كمان بناتي زي ما هي بنتي فكان أبوي يقول لها يا بنت الناس هم بناتك آمن بالله ما قلت شي ولا جحدتهم آمل كمان ترى بنتك ليش تفرقونهم عن بعض شوفي السبب شوف بناتك إيش قاعدين وقتها أول مرة في حياتي أشوف أبوي معصب لهذه الدرجة معصب على أمي خفت وأمي خافت قالت لي خلاص أنا بزوج سارة وزوجتها والحمد لله بقيت أنا ونهى طبعا علاقتي بأبوي جدا جدا قريبة أكثر من أمي ومشت الأيام وحنا لا نزال كل يوم يعني سبحان الله يكبر الكره لأختي ويكبر في قلبها كرهها لي لين يوم من الأيام نعزمنا في بيت واحد من أعمامي كان عشاء كبير يعني عزمنا كلنا أنا وأمي وأخواتي وأبوي ورحنا كلنا الحمد لله يعني شفت هناك بنات أعمامي وعماتي وأولادهم فمن بين أولاد عمي كان في واحد اسمه محمد محمد تذكر أنه كان قريب مني وأنا صغيرة لأنه من النوع الذي كان يسكت وأنا وياك إننا قريبين من بعض لأنه من النوع الذي لا يتكلم هو نفس الشي يعني لا نحب نتكلم كثير لكن لما نكبرنا تغيرت هو صارت يعني سبحان الله نفس ما هو ما تغير فوقتها عمتي قالت ها يا أمل تتذكرين محمد قلت والله نتذكرة بدأت السوالف يعني بيني وبين محمد طبعا هو كمان تذكرني الحمد لله وقلت يعني هذا أنت نفسك يعني سبحان الله زي لما كنت صغير تسوي كذا وكذا وقعد أذكرا بالمواقف وقعدين نضحك ونسولف خلصنا العشاء ورجعنا البيت ودخلت علي أختي نهاء طبعا نحن من الناس اللي نسولف عادي يعني مع أولاد عمامي وكذا بس في حضرة الكل يعني ما نختلي مع بعض وبحجابنا بدأت تسألني من ذاك اللي كنت تسول فيه معا وقت العشاء وفي بيت عمي قلت من قصتك محمد قالت إيوه قلت طيب ولد عمي خير إن شاء الله يعني قالت لا بس أسأل قلت إيه خلاص سألتي وأنا جاوبتك اشتبغين المهم قالت لا ولا شي طلعت من غرفتي وأنا مخنوقة منها الله يصلحها فبعد ثلاث أشهر من روحتنا البيت عمي جتني إضافة على أحد التطبيقات وقال لي يعني أنا ولد عمي كمحمد وكذا فرحت وقتها وأضفته بدأنا نسولف يسألني وأجاوبه وأسأله ويجاوبني وعرفت إن تخصصها زي تخصصي بدأ يساعدني في أشياء كثير جاء ودخل حياتي عشان يفرحني يعني صح ولد عمي كان معي طول وقت وكنا نتقابل وحن صغار لكن لما انكبرنا خلاص انقطعنا ما عاد نشوفه يعني ما عاد مرات وين لوين لما تصيب بس عزائم أشوفه حتى مع الكل فما عاد شفتوا لهذاك الوقت وقت العزيمة طبعا هو سافر وجلس هناك ست سنوات المهم سبحان الله محمد غيرني للأفضل صرت أضحاك وصرت أجلس مع عمار ومحمد أخواني وأسولف مع أمي وأبوي وقتها أبوي لاحظ هذا الشي مرة يعني أنه أنا مبسوطة ونفسيتي تحسنت لكن أختينها كانت العكس كانت تزعل مرة إذا شافتني مبسوطة وأضحك وإذا أنا ماسكة جوالي دايما تسألني مع مين السولفين طبعا أنا أستغرب ما أعطيها أي إجابة فالحمد لله مشت الأيام إلي ما قال لي محمد أنه أنا أحبك وبنجي نخطبك فرحت من كل قلبي يعني الحمد لله أهلي كمان مرة مبسطة والعيلة كلها مبسوطة بدل كلام أنه بيجي وبيخطبني بس برضو نوها العكس دايما من لما نسمعت هذا الكلام وجهها مقلوب وتغيرت وعصبت وجلست تقول كلام الله وكي لكم ما حد يقدر يقول الله يهديها فالمهم أنها كانت كارها هذا الشي أختي نوها حتى يوم الخطبة حاولت يعني أنها تفسد هذاك اليوم أنها تخربة متخيلين سوت نفسها مريضة من جد يعني ما أدري كيف أوصف لكم فوق هذا كله الحمد لله عدة كل شي على خير وأنا مبسوطة مع خطيبي محمد بعد ثلاث أشهر من خطبتنا بدأت علاقتي مع محمد تتغير بديت أحس أنه فيه شعور غريب ما يحب أن يكلمني أو أني أتصل عليه وأكلمه أو نسولف أنا كمان دايما أقول له كلام يجرح طبعا ما أعرف ليش بس بعدين أراجع نفسي تيجيني غصة يجيني شي غريب لما أكون معاه ولا حتى أبا أكلمه يعني حتى مو بس أني أكون مع مبغة حتى أكلمه حتى مع أمي حتى مع أبوي فأحس أن كل الناس أنا تغيرت عليهم كلهم بس إن محمد كان صابر علي الله يجزا خير ما يسأني ليش دايما يقول لي إن شاء الله كل شي بيكون تمام ما يعاتبني إذا سويت أي تصرف خاطئ أو سويت مشكلة الله يخليني يا رب حتى أنه مرة من المرات أحس أني مشتاقة له مرة أضاء أكلمه وأسمع صوته بس سبحان الله لما أجي أمسك الجوال ما عدا بغد الشي يجيني شعور غريب أكش حتى مع أبوي مرة قال لي شرايك يا بنتي أطلعك رديت عليه يعني بشكل ما تتوقعونه يعني ما قدر أقوله بصراحة لكن رديت عليه بوقاحة قلت حيا فأبوي نصدم مني جاء مسكني قال إشبك إشبك ليش أنت كده ما أنت كويسة أنت عمرك ما كان ردك كده ولا تتلفظين بذي الألفاظ المهم رحت غرفتي وأنا أبكي وجالسة أستوعب على نفسي اللي قاعد أسوي مع أبوي رحت عند أبوي قلت لي يبا أنا آسفة والله العظيم إن ما كان قصدي أنا مدرش فيني ما أعرف لي أنا كده فالحمد لله تفهمني أبوي وحظني قال لي خلاص يا بنتي إن شاء الله أنك معت عيدينها وكذا قمت أصلي وأدعي الله واستغفر ربي على الشيء اللي سويته مع أبوي وأنا أبكي قل يا رب إن هذول الناس اللي هم ساندوني ووقفوا معاي يا رب أنا ما أبا أكسر خاطرهم ما أحد أبا أسوي شي يزعجهم مشت الأيام وأنا حالتي تدهور أكثر وأكثر مو بس أعصب لا كنت أشوف أحلام وكوابيس جدا مزعجة طبعا أبوي بدأ يلاحظ هذه التغيرات كلها فيني عكسهم يلا يسامحها فبدأ يشكن فيني شي يجيس أني يقول يا بنتي أنت بخير أنت زينة أنت كويسة أنا أرد عليه أقول إيه والحمد لله بخير طيبة لا تخاف فكان يقول لي طيب طيب وهو مو مرتاح من داخله نظراتي كل شي يبين عكس اللي أنا أقوله وطبعا أختي نوها وسارة أنا شلتهم من حياتي بشكل ما تتوقعون لأن صرت أتعامل معاهم زي ما يتعاملون معاي يعني حتى أختي سارة ما زرتها هلا مرة واحدة بعد زواجها أما عن أختي نوها فكانت مرة مبسوطة وسعيدة أني أنا دخلت في هذه الحالة لما أكون مكتائبة وحزينة حسات مبسيط وتفرح أستغرب ولا عمرها جت عندي ما عمرها قد قالت لي يعني شفيك سلامتك لا تخاف علي يعني تعرفون إحساس الأم صايرة تقول يا بنتي أنت صار لك شي أنت لش كذا نحفانة لش ما تاكلين لش بطلت تكوني مبسوطة لش بطلت تكوني سعيدة كل جوابي لها ما فيني شي ما فيني شي أما خطيبي أنا بلغته لأن صارة سالفة كذا بيننا اتصل علي وردت عليه كل برود قلت لها لا تكلمني رحت عند أبوي قلت أنا أفسخ خطوبتي من محمد طبعا قلت لها أنا ما أبغى بعد أبغى خلاص أبوي انفجع أنه يا بنتي ليش وش فيك شجاكم وش صار بينكم قلت كذا أنا ماعد أبغى قال لي يا بنتي محمد كويس وإنسان يعني شهام ومشاء الله عليه وانت كنت مبسوطة عشان محمد خطبك الحين انت زعلان وما تبغينا قلت إيوه أنا ما أبغى ولا أبغى أعيش معه وأبعيش حياتي زي قبل أبوي من هنا قلت لي لا يعني البنت مرة ما هي طبيعية البنت فيها شي بنتي ما كانت كذا من قبل فاليوم الثاني جاب لي شيخ وناداني وأول مرة يعني أول مرة أدخل عليهم وأقعد صاريخ وأصيح وأبكي أول ما عرفت أن الشيخ بيقرأ علي جاني شعور كذا سبحان الله غريب من أول ما شافني الشيخ قال على طول بنتك مسحورة أبوي انفجع فكان يقول الشيخ لازم تعرفون مكان السحر عشان بنتك ما تدهور حالتها أكثر من كذا قام يسألني الشيخ وأنا قاعدة أحكي وأقول أني أنا أشوف أحلام وأشوف كوابيس وأشوف كوابيس سبحان الله إن في أحد يبغى يجي يقتني أشياء كثيرة ما يصدقها العقل قال أنتي مسحورة بسحر أسود ولازم تعرفين مكان السحر عشان تتخلصين منه وأن السحر بدأ ينتشر بجسمي أكثر وأكثر طبعا أبوي خاف علي كثير قال والله وأختي نوها كانوا كلهم معي كلهم خايفين علي حتى أختي يعني لاحظت عليها تقول يا الله من سوى لك هذا السحر يعني هي تتكلم فكانت تتكلم كذا مع خوف غريب وأنا ما عطيتها أهمية أصلا أنا ما أبعى أشوفها فصارت حالتي تدهور أكثر وأكثر وأكثر والحمد لله وقتها أبوي قام يفتش بكل البيت قال لا لازم لازم ألاقي هذا السحر والله يا جماعة جلسنا يمكن ثلاث أشهر وحنا ندور ندور أخيرا أبوي اكتشف مكان السحر تدرون فين كان داخل مخدتي اللي أنا أنام عليها تتوقعون من اللي مسوي السحر إيه زي ما توقعتهم أختي سارة حسبي الله عليها سوت لي السحر عشان ما أنخطب لمحمد طبعا الثنتين متعاونات وإن حياتي تكون أحسن منه هاتشاركوا أخواتي في السحر اللي هم سووا لي ياه لأنهم حاقدين علي بشكل كبير بس الله وحده كيف يعني يعلم هم حاقدين علي بقلبهم لأن أختي نوها حبة محمد أول ما شافته هذاك اليوم في العزيمة فعشان كده جدت تسألني منه محمد وسوت لي السحر عشان أتدمر حياتي وتخليني أندم طول عمري فبعد معاناة سنة من الحزن والاكتئاب وكل ذا الشي اللي صار معاي أبوي وقتها والأول مرة من جد يعصب بالدرجة هذه عصب على أمي وقعد يقول لها يعني كل ذا الشي بسببك أنت تدمرين حياة بنتي ترى أنا ما عندي غير هذا البنت بناتك يجون يدمرون حياتها ليه بنتي اش سوت لهم بنتي اش سوت في حياتها عشان الله يبتليها كده بالناس زي كده استغفر الله طبعا أبوي كان جدا حزين باللي صار بس كان واقف معاي فالله يسعد يا رب ويخلي لي طبعا أختي سارة ونهى ما ندموا على الشي اللي سووه فأكيد اللي بيسمع قصتي دي ممكن يقول انهم ندموا بالنهاية وانهم زعلانين وكده أبدا والله ما في أي ندم فعشان كده أبوي من وقتها عصب عليهم قال لازم يعني تعاقبون على هذا الشي اللي سووه يعني خمس سنين عدت وأنا تعبانة بسببهم حسبي الله ونعم الوكيل فهم بوقتها استسلمت للأمر الواقع وأبوي قدم بلاغ للشرطة مسكوهم سجنوهم والآن هم بالسجن لكن بعد السجن بفترة بعد أنا ما طبت من الأوجاع يعني كيف هم تغيروا ولا لا أبوي رفضني أنا أروح أشوفهم لكن أصريت ورحت زرتهم ما توقعوني أنا بروح لهم الندم ما شفته بعيونه ولا شفته الحسرة بالعكس شفته الكراهية والحقد اللي بعيونهم ازدادت وشعلت الغيرة والحسد فيهم زادت الله يسامحهم على الشي اللي سووه فيني فأنا دائما أدعي يقول يا رب أنك تغفر لأخواتي بالشي اللي سووه أنا مسامحتهم من كل قلبي والله العظيم مسامحتهم وعن أمي الحمد لله رجع الزيت زمان يا رب لك الحمد وأفضل ومحمد خطيبي عمرة ما تخلى عني يا رب لك الحمد وزواجنا حيكون إن شاء الله بعد ما تخرج لإني أنا بالفترة الأخيرة فلما كنت عبانا ما كملت الجامعة يعني تقريبا سنة ونص فاتتني لكن الحمد لله لكل حال بصراحة أنا ما كتبت كل شيء خاطري صارت أشياء كثيرة وأحداث كثيرة معاي وأحس اللي الشي اللي أنا قاعدة أقوله لكم قليل على قد الاكتئاب والانحدار اللي أنا عشته في حياتي لكن الحمد لله فلي بيسمع قصتي أتمنى بس إنكم تكونون حريصين على الأشخاص اللي حولكم وأكثر حرصة من الأشخاص القريبين القريبين منكم لأنهم أكثر ناس ممكن يؤدونكم لكن الحمد لله لكل حال اللي وقفوا معاي وساندوني أبوي بعد الله سبحانه وتعالى ثم خطيبي محمد الله يسعدهم ويخليلي ياهم يا رب ويخليلي أمي ويهدي أخواتي ويصلحهم ويألف ما بين قلوبنا يا رب إلى هنا انتهت قصتنا لليوم أتمنى أني أشوفكم في قصة جديدة وفيديو جديد أنا وأنتم بخير دائما إن شاء الله إلى ذلك الوقت أستودعكم الله ترجمة نانسي قنع uns ترجمة نانسي قنقر